موسيقى الرابعة صباحاً الثانية بتوقيت جرينيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم توجه وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة الأمريكية واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الحوار سيتضمن وتناول كافة أوجه علاقات التعاون التنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين فضلاً عن التباحث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل هذا ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال تواجده بواشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين وعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 922 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و60 حالة وفاة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى خروج 539 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 281 ألف حالة أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق عليا في الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وأصفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحة في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن كما طلب الكاظمي بتقديم المقصرين للمساءلة القانونية وتعويض الضحايا دعا مجلس الأمن الدولي لإنهاء القتال في إثيوبيا وبدء محادثاتهم نجل وقف دائم لإطلاق النار وعبر المجلس في بيان له عن خلقه البالغ إذا احتدام الاشتباكات المسلحة وتسعي نطاقها في شمال البلاد داعيا جميع الأطراف إلى الكف عن خطاب الكراهية والتحريد على العنف والانقسامات قال المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري أن الدول المتقدمة ستكون قادرة على تقديم 100 مليار دولار من تمويل المناخ إلى الدول 200 كل عام اعتبارا من عام 2022 أي قبل عام مما كان متوقعا وأضف كيري خلال ندوة على هامش قمة المناخ المناخ المنعقدة في جلاسجورس كوند لادلية أن الدول ستكون قادرة العمل مقبل على الوصول إلى الهدف الذي تم الاتفاق عليه في باريس على الرغم من التقديرات الأخيرة التي تشير إلى ضرورة الانتظار حتى عام 2023 حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وثيرة تفشي فيروس كورونا في أوروبا مقلقة جدا في الوقت الراهن ما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القرى بحلول فبراير المقبل وقالت علمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية ماريا فانكيرخوف إنه على الرغم من استمرار عمليات التطعيم ضد الفيروس فإن معدلة الإصابة شهدت ارتفاعا من نسبة 55% خلال الأسابيع الأربعة الماضية بدوره قال المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية إن القارة أصبحت مجددا مركزا للجائحة ورياضيا يحتضن اليوم ملعب أولترافورد ديربي ناري يجمع بين منشستر يونيتد وضيفه منشستر سيتي في قمة الجولة الحادية عشر من الدور الإنجليزي وأخفق يونيتد في أربع جولات متتالية حيث تعرض إلى ثلاث هزائم وتعادل قبل أن يفوز على توتنام ليرفع رصيده إلى 17 نقطة بينما تعرض فريق من سيتي لصدمة مدوية في الجولة الماضية بعد السقوط أمام كريست البلس بهدفين نظيفين ليتوقف رصيده عند 20 نقطة لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت اكسرانيوز دات تي في كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستجرام ويوتيوب هذه تحية تلوية باضا شكرا عطيب المتابعة واللقاء